عودة الرئيس هادي مطلب شعبي هاشتاج نشط في الآوينة الأخيرة تزامناً مع مطالبات في وسائل التواصل الاجتماعي بإنهاء تدخل الإمارات كما يبدو أن رهان اللحظة الأخيرة على عودة هادي يأتي مشروطاً باستكمال التحرير وكف يد العبث الإماراتي الذي طال المناطق المحررة خمسة أعوام من الحرب ربما باتت كافية لإنهاء العبث الدائر في بلد يشك أن يتلاشى بعد أن أصبح اليمن ساحة كبيرة لتصفية الحسابات واجترار الخصومات على الساحتين الوطنية والإقليمية من عدن إلى سقطرة والمهر وحضرموت سلسلة من المساعي العسكرية للسيطرة على هذه المناطق لم تهز ثقة اليمنيين بالتحالف فحسب بل إن اليمنيين باتوا اليوم يأنون من إخفاق الشرعية ذاتها وتجاهلها لمطالبهم في تأمين سيادة بلدهم والبحث عن حلول تجنبه المزيد من إراقة الدماء خصوصاً عقب فشل كل فرص السلام تقول بعض الآراء إن التوتر في المحافظات الجنوبية جاء عقب دعوة صريحة أطلقها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري دعا فيها إلى تصويب العلاقة بين الحكومة والتحالف واحترام سيادة اليمن إلا أن أصوات أخرى تذهب إلى أن تصعيد الانتقال في عدن هو امتداد لعبث إماراتي مستمر لأكثر من أربع سنوات تقول بعض التصريحات إن الرئيس هادي أبلغ الملك سلمان بقرار عودته النهائية إلى اليمن عبر رسالة بعثها خلال لقائه السفير السعودي لدى اليمن قبل مغادرته إلى واشنطن في رحلة علاجية واشنطن التي قالت إنها أرسلت قوات عسكرية إلى اليمن تحت غطاء الحرب على الإرهاب فهل ما يحدث هو ترتيبات لإزاحة الإمارات أم أنها خطوة في طريق التصعيد الدولي في المنطقة؟ اشتركوا في القناة